السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله موضوعها الأخوة في الإسلام إن أعظم ما يجمع المسلمين على مستوى الخاص والعام في كل مكان الأخوة في الله تلكم النعمة العظيمة التي أتى بها الإسلام وهف عليها سيد الأنام فوهد بها بين القاص والداني والقريب والبعيد وبين العربي وغيره من هوسا والفلات ويروبا وتيبي وإدوما وغيرهم السؤال الذي يطره نفسه ما معنى الأخوة الإسلامية قال الأخوة هي علاقة تضامن وصداقة مبنية على المودة والإخلاص والوفا والثكى والصدك والتعاون بين أعضاء الجماعة بعيداً عن السائلات حقيقي أي غرض أو هدف دنيوي ينظر إلى هذه الأخوة الإسلامية ألا أنها تشريء الرباني ومبدأ الإسلامي أهل العلم أن رابطة الدين أقوى من رابطة النسب لذا هرس النبي صلى الله عليه وسلم عند إقامة الدولة في المدينة المنورة بعد الهجراء على الأخوة الإسلامية كرابط إيماني وفيك يجتمع المسلمون تحت ظله من شتى أصولهم واختلاف منابتهم وقد ظهر ذلك جلياً بالمؤاخى بين المهاجرين والأنصار من الذي جمع بين سلمان الفارسي من الذي جمع بين سلمان الفارسي وعمر القرشي وصحيب الرومي وبلال الهبشي وابي ذر القفار ومن آراق شتى ومن بلاد متعددة إنه الإسلام إنه الله فاطمعنت قلوبهم فعلموا أن لهم رباً يهديهم ويوصرهم على أدائهم ونبياً ياخذ بأيديهم وإقواناً يخافون عليهم ويشدون من أزرهم وهم لهم كالبنيان المرصوص ويحبون لهم ما يحبون لأنفسهم أن أنس قال قدم عبد الرحمن مهاجراً فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد من ربي رضي الله عنه فقال له سعد لمراتان فانظر أيتهما أحب إليك حتى أطلكها فإذا انقبت إدتها تزوجها ولي مال فنصبه لك فقال بارك الله ذاك في أهلك ومالك دلوني على السوق فدلوه قال فلم يرجي يومئذ حتى جاء بأشياء فلقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمئة ألف شهابي هم جميع ألا أتقى قلب رجل واحد وإن شئت فقل يفضلون إخوانهم ألا أنفسهم فأنزل الله فيهم ويوثرون ألا أنفسهم ولو كان بهم خصاصا وبعد ذلك أطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاد والأمصار فذهبوا وهم يحملون حب الله في قلوبهم وحب رسوله وحب هذا الدين العظيم الذي أضاء لهم حياة إباد الله فلهذه الأخوة هقوق مرتبة عليها فهذه الهقوق إما أن تكون أمة وإما أن تكون خاصة فمن الهقوق الأمة إبشاء السلام ورده وزيارة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة والوفاة بالأهد وتشميت الهاتش ونصرة المظلوم ومساعدة المكروب وعدم تتبع عيوب الآخرين والتيسير على الموصر وعدم الظلم أو التهقير وغيرها ومن الهقوق الخاصة أدم الهجر بما يزيد عن ثلاثة أيام لأسباب شخصية لأسباب تافهة ثانيا الهرص على مساعدة الآخرين في شتى الأهوال وتفقد أهوالهم وقضاء ما يهتاجونه ثالثا العبتئاد أنقبة الآخرين أو ذكر عيوبهم أو ذكر عيوبهم رابعا الهرص على التجوز عن الأخطاء خامسا تقبل النصيحة من الآخرين سادسا والأخير الأمر بالمأروف والنهي عن المنكر وغيرها كثيرا وتجدر الإشارة إلى أن الحقوق الخصة أهم موازا من الحقوق الآمة إباد الله إن للأخوة في الإسلام إن للأخوة في الإسلام مظاهر وتظهر في العديد وتظهر في العديد من الأمور والسلوكيات بيان بعضها فيما يلي فلا يظلم المسلم أخاه المسلم بل يبعد عنه أي شيء قد يسبب له الأذى قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال الرجل يا رسول الله انصره انصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف انصره قال تهجزه أو تفناه من الظل فإن ذلك نصره ثانيا اتراهم بأن يكون المجتمع المسلم مجتمعا متراهما مجتمعا متماسكا قويا كالجسد الواهد قائما على المودة والرحمة بئيدا على المكر أو الشر ثم التعاون أمر الله تعالى المؤمنين بالتعاون فيما بينهم بما يحقق لهم الخير والتقوى قال أزوجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ومن صور التعاون البر والتقوى الأمر بالمعروف والنهيان المنكر ومساعدة الآخرين بكضاء ما يهتاجون إليه ورآية الأيتاب وإكرام الضيوف والوقوف إلى جانب الضعيم وبذلك تتحقق أحدة المسلمين قال تعالى آواتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم آداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنيمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ثم التناصح ويقصد بها تقديم النصيحة وهو باب واسئ يتضمن الإخلاس والصرك في الرأي لمن طلب المشورة وإرشاد المسلمين بعضهم لما فيه مصالحه كما يعد ذب المسلم كما يعد ذب المسلم عن عرض آخيه إذا رآ من يريد آذاه في غيبته من باب النص ثم التجنب الخلاف بكل أنوائه الخلاف بكل أنوائه تذنب الخلاف بكل أنوائه يقول من مصعود رضي الله عنه الخلاف الشر الخلاف شر وقال السبكي رحمه الله إن الرهم تقتضي عدم الاختلاف قال السبكي رحمه الله أيضا والاختلاف على ثلاثة أقسام أهدها في الأصول ولا شك أنه برئة وضلال والثاني في الآراء والهروب وهو هرام أيضا لما فيه من تضيئ المصالح بما فيه أو لما فيه من تضيئ المصالح والثالث في الفرو كاختلاف في الحل والحرمة كاختلاف في الحل والهرمة ونهوهما والذي قطى به أن الاتفاق فيه أي في الثالث خير من اختلاف كما نبه رحمه الله إلى كلام ابن هزم في ذنب اختلاف في ذلك أيضا إذ لم يجعل ابن هزم رحمه الله شيئا من الاختلاف رحمه بل اعتبره كله عذاب ويكفي لمعرفة أضرار الاختلاف وخطورته أن نبي الله هارون عليه السلام أدى الاختلاف أكبر خطرا وأشد ضرارا من إبارة الأوثان فهين صنى الصامري لقومه عجلا من الظهب وقال لهم هذا إلهكم وإله موسى فنسي الزم جانب الصمت هارون التزم جانب الصمت وبقي ينتظر أخاه موسى ولما وصل موسى وأرى القوم آكفين على العجل وجه شد اللوم إلى أخيه فما كان عذر أخيه إلا أن قال يا ابن أمي لا تاخذ بلحيتي ولا برأسي إني خاشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي فجال من خوف الفرق والاختلاف بين قومه أضرا له في أدم التشديد في الإنكار ومقاومة القوم والانفصام عنهم هنا لا ينفع لإنكار إباد الله ينبغي للمسلمين ينبغي للمسلمين أن يسأل إلى تحقيق الأخوة مع الآخرين بالعديد من الوسائل والطرق التي تحقق ذلك التي تحقق ذلك ومنها إخبار المسلم لأخيه المسلم يحب الله يحبه له يحبه لله تخبر أخاك المسلم بأنك تحبه لله ثانيا طلب الدعاء ثالثا استكباله بالسرور والبهجة والابتسامة رابعا المبادرة بالسلام عليه ومصاحفته كما أن من الطرق أيضا الوقوف إلى جانبه في الظروف التي يمر بها وإمداده بالقوة ومساعده عند الهاجة ومساعدته عند الهاجة وزيارته بين الحين والآخر وأداء ما له من حقوق بشكل كامل الآثار الإيجابية للأخوة على انفراد والمجتمع تتردب على الأخوة الإسلامية العديد من الآثار الإيجابية على الفرد والمجتمع على حد صواء ويفكر منها تحقيق الوهد والمنأة للمسلمين يقول صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين صابعه صلى الله عليه وآله وسلم منها زوال الفوارك القائمة على مستوى الاجتماعي وتعاونهم على البر والخير منها نيل رضى الله تعالى ودخول الجنة التي أعدها لعباده في الآخرة إذ ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فألتموه تحاببتم أفش السلام بينكم ثم الاستزال يوم الكيامة بزل الله تعالى من هر الشمس إذ أخرج الإمام البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سبعة يزلهم الله يوم لا زل إلا زله يزلهم الله في ظله يوم لا زل إلا زله وذكرا ورجلان تحابب الله إجتمعا عليه وتفرقا عليه عباد الله عتلاف كلمة المسلمين غيز لأأدائهم فخير المثال على هذا ما هدث بين الأوس والخزرج وذلك أن رجلا من اليهود مر بملئ من الأوس والخزرج فساءه ماهم عليه من الاتفاك والألفا فبعث رجلا بأه وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم ما كان من هروبهم يوم بعاد وذلك الهروب أو تلك الهروب ففعل فلم يزل ذلك دابوا حتى عميت نفوس القوم وغذب بعضهم على بعض وتثاوروا وتنادوا بشعارهم وطلبوا أسلعتهم وتواعدوا إلى الحرة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتاهم فجعلوا يسكرهم ويقول صلى الله عليه وسلم أبدأ والجاهلية وأين بين أظهركم ثم قرى قوله تعالى ونزل قوله تعالى واتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم آداء فألف بين قلوبكم فأصبعتم بنعمة إخوانا وكنتم ألا شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لألكم تهتدون فندموا ألا ما كان منهم واشطلهوا وتعانقوا إنها نئمة الإسلام إنها نئمة الإسلام والقوا السلاح رضي الله عنهم جميعا إنها نئمة الإسلام إنها نئمة عظيم والمسلمون موتلفون معما تباعدت أوطانهم وتخالفت أزمانهم وتنوأت مكاسبهم وتباينت أهزابهم السياسية الديمقراطية وغيرها من النشاطات المتواجدة يفرع بعضهم بفره البعض ويتعلم بألمه يقول تعالى مؤسسا ومؤسلا لهذه المآل السامية إنما المؤمنون إخوة فعصله بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون المؤمن للمؤمن كالبنيان كما قال صلى الله عليه وآله وسلم يشد بعضه بعضا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في هاجة أخيه كان الله في هاجته ومن فرج عن مسلم كربا فرج الله عنه بها يوم الكيامة رواه البخاريب ويقول أحد المثقفين الإسلاميين إذا اشتق المسلم في الهند أرقني وإن بكى المسلم في الصين بكاني شريعة الله لما الشم لنا وبنت لنا معالم الإحسان وإيمان إبان الله الكريم بارك الله لي ولكم ونفاني بما فيه من الآيات والذكر الحقيم شكرا للمشاهدة إما دا الله ما داوكا كنسر يحدة كن الومة الدنيا يون تكاة الدين المسلم على رب تياني كنن تا الأخوة الإسلامية زمون تا الدين المسلم وان دا الله ني حدش وان دا ياشا بمبن زمون تا تجني ياشا بمبن كو تي علاقة ودى واني أبوزي هاي خور ودى با الدين المسلم علاقة تي ودى بابو إرين علاقة تي ودي تكي بكاتو كلا وا علاقة تي ودى دا دامو بوما سنئرين تبا أما إنزامو ويووي تاريخ من النبي محمد صلى الله عليه وسلم دا كوموزا من تكي وصحابي وصحابي علاقة باكرمو علاقة تي دمكي جيوة يتبايا مبايا مو علاقة تي ودى كماتا أجد دادا أتاو كوتا أكو لدى إتاباتا حقيم وان دا ترسا مينة يووانتكا تأدين مسلن أمندأي كيرا اللقة السلامية وان دا تي هاي ودى حادي دا كومو أمن تكا ممنية الموضّة والإخلاس ودى انجيمة تني أقاوصن جونا دو كمو يمجونا أبيند يكي غسكي بابا زرموغط بابا يمجونا نبيو أتكيوان نزمان تكيو والوفاة غاوكوم تكيو والثيكا غااني مطي والسرق دعا غسكيو والتعاون بينا وضاي جماة غاوكوم والتعين هنزمان تكيو وكوكوم والتعين وعنزمان تكيو بايدة نانسائ إلى تحكي أي غارد لذا الأنسائي وعنزمان تكيو وعنزمان تهل المصوري وعنزمان تكيو لافانة الأنسائي يدعان تكيو وعنزمان تكيو كمو النور الأنسائي الشري المصوري التكيو الأنسائي لم briefly ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر